اشتركوا في القناة لماذا التكرار اللظي في القرآن الكريم؟ كما في تحويل القبلة يكفي الحديث مرة واحدة عن تحويل القبلة ولكنهم لا يفهمون ولا يعلمون كان حدث تحويل قبلة المسلمين أول نسخ في الإسلام فكان لابد من ترسيخ الحكم في أذهان المسلمين فلو نظرنا لهذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن تحويل القبلة لوجدنا أن كل آية تتحدث عن الموضوع من زاوية مختلفة حنلاقي أن في الآية رقم 144 كان تحويل القبلة مسارعة في إرضاء رسول الله حبا وكرامة لرسول الله قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ولم يكن الأمر فقط إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه الحق المثبت من ربك فأنزل الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ثم أرد الله عز وجل أن يرسخ الحكم في أذهان المؤمنين وأن يبين لهم العلم من تحويل القبلة فأنزل قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون